شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي على أن تصريح مزاولة النشاط سيكون متاحا لكل المشروعات ولكل المستثمرين مضيفا أنه سيتم فتح تملك العقارات للأجانب داخل مصر جاء تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الإسبوعية بالعاصمة الإدارية إن احنا بنفتح للأجانب تملك العقارات داخل مصر القرارات اللي كانت منظمة قبل كده كانت تقول إن الحد الأقصى لأي أجنابي لو عايز يجي يتملك عقار في مصر حد أقصى تنين ويبقوا في مدينتين مختلفين إحنا النهاردة وده حيبقى معالي وزير العادلة حيشتغل عليه مع كل الجهات إحنا بنطلق إن ما فيش رقم النهاردة أي أجنابي عايز يجي يتملك عقارات جوا مصر زي ما هو عايز طالما هنحط دوابط إن هو طالما إن هو بيسدد هذه القيمة هذه العقارات وطبعا الأولوية بالعملة الحرة يبقى بنفتح إن هو عايز يتملك خمسة عشر عشرين إحنا ما عندناش أي قيود في هذا الموضوع ويبقى من حق الأجانب إن هم يتملكوا أي عدد من العقارات ترجمة نانسي قنقر